بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. طلاب الغاليين اهلا بكم. ان شاء الله رب العالمين ده حاجة كده بعمل لكم حاجة مميزة بجدد شوية. آآ كل امتحان هنزهر لكم ان شاء الله في الفترة دي من امتحات الشاملة هعمل الفيديو اللي زي ده عليه. الامتحان ده هو امتحان رقم اتنين امتحان الشامل الموجود في صفحة خمسة وستين من كتاب اول انوان. البوكلة ده انا صورت منه امتحانات ونز انت بص عليها لو انت معكش كتاب. همسك الجمل كده وطلع لك الاكام فكرة من الجمل دي وبحس نوقف معاها قبل ما ابدأ نحل. اول حاجة كده الجمل الاولية فيها كلمة فيلو. عادة تعرف ان كلمة فيلو دي معناها رفيق. وممكن نستخدم بعدها اسم. فقول مسلا. يعني صديقة رفيقة يبتمشي معانا دايما. او يعني تلميز رفيق. انتبه بقى انك انت لو استخدمت كلمة فيلو دي كاسم جمع كده ما ينفعش نجيب بعدها اسم لا يأتي بعدها اسم. لو هنستخدها لو هنستخ نمتها كاسم جمع. الاس دي جت مكان مين مكان الاسم. زي ما انت مسلا كان ممكن تقول اثر بيبول مسلا وجيت فيحبية اعزف كلمة بييبل فتقول لي اذا. طب ما ينفعش نقول اذا. لأ انت كده بتهبت يا باشا. ت daher سانيةijo. الحاجة الثانية. الجملة دي فيها كلمة اسمها كلمة دي معناها عدو. الكلمة دي بتسوي كلمة اللي معناها برضو عدو بتسوي كلمة اللي هو برضو معناها عدو. يبقى انت معك تات كلمات بمعنى عدو. احفظهم. طيب اللي بعد كده برض كلمة معناها شركة. جمعها دي كده اصبح معناها شركات. حلو الكلام. طيب كلمة برضو ليها معنى تاني? اللي معناها رفيق. معناها رفيق او صديق. هي كده اسم لا يعاد. يعني ما ينفعش اقول لك وتبقى اصدق على خمس رفقاء. لو انت قلت له يبقى انت راجل غاني وعندك خمس شركات. طيب الكلمة اللي ممكن نجمعها بمعنى رفيق كلمة دي رفيق وجمعها رفقاء. يبقى دي كده معناها رفقاء او اصدقاء يعني. طيب الجملة اللي بعد كده هتقبلك كلمة اسمها كلمة دي معناها صارم. في كلمة بقى اسمها اللي معناها خطير او جاد برضو. احنا عايزين ناخدهم بمنطلق نفس المعنى اللي هو يعني صارم ودي جاد. ايه الفرق بالاتنين? دي يعني يعني ما بتحكش. قفل وشه. طيب كلمة ده معناها ان شخص بيهتم بالقوانين. فلما اقول لك بيأكد ان احنا متابعين القوانين يبقى كده هو لا نقول عليه نقول عليه. طيب الحاجة اللي اتفكرك بها دايما ان انت اصلا بتقول قوانين صارمة. فتقولها ازاي? بتقول سيرياس رولز? لا بتقول رولز يعني قوانين صارمة. وبتقول يعني تعليمات صارمة. فاركز في الكلام ده كويس عشان تحفظه ببعضه. طيب الراجل الصارم ده. الراجل لما يكون واحد عندك كده راجل بيقول لك لازم بتعمل الحاجة دي كده بحزافرها. عكسه واحد تاني اسمه دي حاجة مطلوبة دي معناها لكن ده صارم ما بيهزرش طوانين. طيب اه بعد كده هتقابل جملة في حاجة اسمها اللي هي الجريمة اللي هو خيال. ليه ما نقولش لا احنا نقول اصلا انت بتقول ايه بص بتقول ادب الجريمة. ادب الجريمة اسمه طيب وممكن تقول اي لايك اي لايك تو ريد اي لايك تو ريد دي اللي بتسوي كلمة الاعمال الخيالية. طيب هيقابلك برضو كلمة بعد كده انت عارف كويس وحافظ اني لما يكون في قدامك قول. سوري لما يكون في قدامك كلمة اللي هي تقريبا. لما تقابل كلمة اللي مناها تقريبا. وكلمة شكك ودمغك بتروح مباشرة على واحدة من اتنين دول. اما انت تستخدم كلمة او انت تستخدم كلمة اول. ما فيش احتمال تالت. بس افري نجيب بعدها اسم بلا فاصل. طب اول لازم يكون في فاصل الاول وبعدين اسم. طب مثال على ذلك يعني. انت ممكن تقول اي. اه نقط ماني. هنا يا ترى. كلمة موجودة. تفكيرك في مين مدام في اول مست في افري او اول. طب فيه هنا كده فاصل اي اللي هو كلمة. طب لما يكون في فاصل ناخد مين ناخد اول. طيب حاجة تانية اي. انا تقريبا صرفت كل جنيف جيدي. كلمة دي اسم. انا قدامي طبعا نفس اللي احنا قلنا قبل كده. قدامك كلمة فتفكيرك رايح على مين مدام فيه قدامك تفكيرك اراح على حجم الاتنين دول. اما كلمة اه او كلمة اول. طب تاخد مين في الاتنين سيارتك ركز كده معي واحنا انتفقنا على ايه? هناخد افري لو فيه لو بدون فاصل ناخد اول لو فيه فاصل. طبعا انا قدامي هنا فاصل لما فيش فاصل يبقى انه ناخد افري مباشرة تاني. طيب دي جملة برضو حبيت الف انتباهها كليها. اه اه اعملنا برضو جملة يا شباب بعد كده اه الفرق بين كلمة مست هاف وكانت هاف. بص ركز معي. انت بتقول مست هاف والبست او مست هاف الاتنين دول معناهم اكيد حصل بس في الماضي. طيب بمعنى انت بتقول شي مست هاف تيكن هير ميديسن. ده معناها هي اكيد خادت دوابها. دوابها هي دلوقتي اتحسنت. يبقى اكيد خادت دوابها. اكيد اخذ دوابها الماضي. لا ماضي. فناخد ده معناها ان اللي هو مين? الدواب. ده معناها ان الدواب اكيد وخيزة. انتبه. للترجمة. طيب واحد بقى كشف عن الدكتور. وهو لسه مريض. يبقى نقول هي كانت هاف تيكن هز ميديسن. طيب ده معناها ايه بقى? معناها انه اكيد لم ياخذ الدواب. فكانت هاف بست بارتسبل اكيد لم يحدث. مست هاف بست بارتسبل اكيد اكيد حدثها. طيب في حاجة كمان في مصطلع اسمه بلاي ا تريك. بلاي ا تريك دي معناها هيالعب خدعة. بتسوي كمة تريك. فانت لما تقول لي شي تريك دمي ده معناها شي بلاي ا تريك. واخد بالك حرف الجار اللي معنا هو حرف الجار انتبه في الكلام ده كويس عشان لما يجي لك سؤال يقول لك من في دول صح? ويقول لك شي بلاي ا تريك اون مي من في دول صح? ولا شي تريكد اون مي. التانية دي غلط تماما. دي اللي صح. طب ليه لان المصطلع اسمه بلاي ا تريك اون. طب ما فيش بلاي بقى ما فيش اون ونقول شي تريك دمي عطل. يعني دي كده غلط. الصح بتاعها ان احنا نقول شي مي مباشرة. طيب ادخل بعد كده على الحاجة تانية. كلمة يا شباب دي معناها قصير. طب يعني يقصر طب معناها واسع. طب برو دين انتبه للحالات اللي زي دي وما على شاكلتها. انقطاع التهار الكهربائي اسمه باور كط. الكلمة دي اكتر كلمة تكررت في متحانات باور كط يعني انقطاع التهار الكهربائي. لما يقول لك برو احنا بتذاكر حصل نقطة. حصل ايه باور كط انقطاع في طب الكهربائي. طيب الدواء احنا ممكن نسمى الدواء افكتف. افكتف يعني مؤثر او فعال او نقول على الدواء باور فول. باور فول لاتنين دول بجيبهم مع ميديسين. ده معنى ان الدواء مؤثر او فعال يعني له اثر اولو تأثير. طيب. بنقول بقى يا سيدي. ان العربية دي جود. انف. يعني ايه ده? يعني جيدة بالقدر الكافي جيدة بالقدر الكافي اللي خاليا اشتريها. هلاحز ان احنا استخدادنا الصفة وبعدين انف. انف دايما بتيجي بعد الصفة. ما تكنش قبلها. الجملة الاهم من ده كله باع اللي جات في المتحان التجريبي ومن لخبطة الدنيا. لما يقول لك اي انا كلمت اي مبارح اي ناط اه تو هر سنس شي لفت. يا ترى هنا هنقول. عشان ما نكترش في اخترارات يعني. ولا بس قبل ما نحل الجملة دي حكتب كمان جملة. آية. اعتبر ان الجملة اللي الفوق دي مش موجودة معنا وما شفناش قبل كده. في الجملة اللي التحت ده. اللي انا اعمل لك كم بها نقطة دي. اي نقطة ايا. يا طرى نقول هاونت. ولا نقول هادنت. ركز معايا كده في الكلام ده كويس عشان كلام ده مهم. دي جملة مضارع تام عادي جدا قدامك معاك بيكون قبلها. بيكون قبل هنا مضارع تام وبعدها موضي بسيط. حلو. فانت حضرتك محتاج تستخدم مضارع تام. المضارع التام اللي هو مين? اللي هو ما فيهاش اي مشكلة. صح? طيب هنا بقى الجملة ديت. لو قولك اي توكد تو ايا يستردي. وبعدين قال لك بعدها. حاط لك نقطة ايه? وبعدين قال لك بعدها اي نقطة هنا في الجملة دي هناخد موضي تام. طب زي ما انت خدت هنا مضارع تام في التانية ببقى زيها. الفكرة فين? اني قولك ان انا كلمت ايا امبارح. قبل امبارح بقى ما كنتش كلمتها خلص من زمان. امبارح وما قبله زمن وكله موضي. فعشان كده انت في الجملة دي هنستخدم هاد انت توقد. جملة كمان عشان نخلص من صراع الجملة اللي زي دي. واحدة كمان مسان. علي. ايت ميت يستردي. مش لازم يستردي يا. علي كاللحمة مبارح. هي نقطة ميت سنس وي انفايتد هم. يا ترى هنا هنقول هي ديدنت ايت ولا هي هازنت ايتن ولا هي هاد انت ايتن في دي هنقول هي هاد انت ايتن. طب ليه ناخد هاد انت ايتن الموضي التام. اصلك بتقول لي بص هو علي كاللحمة مبارح. من قبل مبارح ده اصلا ما كانش كاللحمة خالص من لحد ما احنا كنا قبل ما احنا عزمناه. فالمفروض ناخد هنا موضي تام عشان الجملة كلها موضي ده. زي ما اتفقنا. فيه كمان فكرة في في الامتحان ده يا شباب عايز اوضح لكم. اللي هي كلمة دي يا ولاد معناها ياعد. دي بنستخدمها كبيرب بمعنى وعد. وبنستخدمها كمان بمعنى وعد. طيب الافعال اللي بتيجي بتاعتها في هنا اي طبعا بتاعتها بتاعت الكلمة دي هت الاكلاتي. اول واحدة كده انت ممكن تقول يعني ايه معناها يافي بوعده. عكسها يبقى دي كده معناها يخلف وعده لكن دي معناها يافي بوعده. انتبه للكلام ده. يجي في الامتحان بها يقول لك نقط. يقول لك خطيرات كتير كده. لو بينهم كيب او بريك يبقى هادي ايه بس صح. في الامتحان كمان بملع على اف يا شباب ناخد واحدة زيها نقط. يو ستودي يو ويل فيل. يا ترى هنا نحط اف وان ان لس ولا ان كيس ولا وزاوت. الترجمة العربي هي تقول لك تختار مين? نقط انت تزاكر ستفشل. يعني لو لم تزاكر يعني انت عايز تقول لو مش زاكرت هتسقط. طيب مين اللي معناهم لو مش طبعا اف يعني لو ما تنفعش. في حالة ما تنفعش. قدامك وزاوت وبعدين قدامك ان لس. وزاوت دي بيكون بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. او اس. وانا قدامي في الجملة هنا انت تزاكر جملة سليمة فنختار له ان لس. والجملة على بعضها ده. يعني لو لم تزاكر ستفشل يبقى ان لس يو سطادي اللي صح. الكلمة اللي بعد كده اللي عايز اعلق عليها في الامتحان ده كلمة بايو نير. بايو نير دي معناها رائد. ومعناها يرود او يترأس. ده رقم واحد. طيب كلمة بايو نيرنج. دي صفة بمعنى ريادي لازم يكون بعدها اسم. فقول لك يعني دورا رياديا وهكذا. طيب غير كده كمان كلمة اسمها في نو مي نا. والتانية اسمها في نو مي نن. اللي اخرها نون دي اسم مفرد لكن الاخيرها نا اسم جمع. انتبه لديت. طيب. يجي في الامتحان يقول لك وي. اه ويتنست. مش عايف لي بيمسح الكلمات تاني مش مشكلة. ميني نقط. يا طرح هنقول بقى فنومنا ولا فنومنا? اكيد فنومنا. عشان بعد ميني لازم يكون اسم جمع دايما. الملحوظة دي مهمة جدا. مع يا شباب. مع الجامعات بنستخدم كلمة يعني معناها محترم. بس احنا نتفعل كلمة دي معناها محترم لانجازاته. ايو ما هو الجامعات دي محترمة فعلا لانجازاتها. ما هو الجامعات دي بتعلم الناس والمعاهد كذلك والمعاستات التعليمية يعني. متعلم الناس فدي انجازات فعشان كده بقول معاهد لكن مع الهوتل بنستخدم مين? ومع اللي برضو نفس القصة. ومع اللي هو المهنة. ومع الحاجات دي كلها كده بستخدم كلمة وعاية تخب بالك ان لما يكون في قدامك كلمة او تفكيرك بيروح جاري على كلمة اللي معناها مؤدبة اللي بتسوي كلمة طيب عندك كمان في الجملة دي كلمة دي معناها فجوة وبنستخدمها لما نقول مسلا يلي فجوة الثقافية او نستخدم كلمة مع العمر بمعنى واحد بيقول لك انا عندي اربعين سنة اخوي عنده خمستاشر الا خليها عشر عشان اعرف احسب يعني عشر سنين. فهنا كده في يعني فجوة عمرية تقدر بتلاتين سنة. فكلمة دي مع الثقافة ومع العمر بنستخدمها. طيب الحاجة اللي بعد كده لما اقول لك نوات هي نوات ات هوم وي ود كول هم. يا ترى هنا هنستخدم كلمة هاد ولا نستخدم كلمة شد ولا نستخدم كلمة اف ولا نستخدم كلمة وير انت كطالب شاطر في سنة عامة عارف وحفظ كويس التركيبات بتاعت الناس دي بتيجي ازاي. عارف ان هاد دي لازم ديجي بعدها احتمال من اتنين بست بارتسبه وتبقى دي حاجة تانية. هديك امسلة. لازم بعدها الفاعل في المصدر. عايزة جملة سليمة جملة كاملة. احتمال من اتنين. فاعل وبعدين اسم او صفة او ظرف او وير فاعل والمصدر. انت حافظ الكلام ده كويس زي اسمك. تم تيجي نشوف كده. بقول لك هي اللي هي الفاعل هل يا ترى هنا في بسطة بارتسبه لا يبقى ما يفعش هاد. هل في هنا فاعل في المصدر لا يبقى ما يفعش شد. هل في جملة سليمة يعني فاعل وفاعل ومفعول لا يبقى ما يفعش اف. اذا الاجابة هنا مين? الاجابة هنا وير. واللي هيترجم مش هيغلب. وير هي نوت اتهم يعني لو هو لم لم يكن ما هو كلمة تقول يعني كان اصلا لو لم يكن في المنزل اللي اتصلنا به. طب جملة تانية بقى عشان نستخدم فيه هاد. اقول لك مسلا هاد هي ا جود شانس هي وودنت مس ات. بقول لك لو كان عنده بسطة قلتلي لو كان عنده اللي هي هاد لو هو كان عنده فرصة جيدة هو ما كانش طيح. هتقول لي هزاي وودنت والمصدر مع هاد ده هاد دي حضرتك ليها احتمالات. ركز في الكلام ده كويس. هاد لما يكون بعدها اسم يبقى دي حالة تانية. طيب هاد لما يكون بعدها بسطة واتسبه ليبقى دي حالة تالتة وانت مغمض عينك. عايز واحدة على اقول لك مسلا شود يو ليف يو وودنت وين. بمعنى لو انت غادرت انت مش هتفوز. شود فاعل مصدر ونحط تانية وود والمصدر احنا عايزين حالة تانية. الحاجة الاهم من ده كله مع الكيلو ومحادات القياس اللي زيها كيلو وجرام وسنتيميترز بناخد هاف ا ما ينفعش غير ا. تب يقول لك في جملة هاف اوز ا كيلو. ينفع? لا. خالص خالص خالص. الاهم من ده كل انت بتقول ون. اخد بالك من المصدرح ده ون. وانتبه للقسات دي. في اللي انا كنت بتهلك دي عادي تتركز على الحاجتين. انت قلت لي وان اه هاف هاف اه كانت ايه وان اند اه هاف وكيلوز. ركز على حاجتين دول. الاولانية انك بتقول وان اند اه هاف. ما يفعش قول وان اند هاف. لازم الا. ثانيا انك لازم الاسم اللي بعدها يكون جمع. طب انا عايز اقول لك اه اه نص واحد ونص كيلو جرام يبقى وان اه هاف كيلو جرامز. لازم الاسة الاخيرة تبقى موجودة لو مش موجودة يبقى انت ده غلط. الحتة الاخيرة في الامتحان ده الفرق بين هاف والمصدر وبين هاف والبسط ايه الفرق بين اللي اتنين يعمل حاجة الفرق بينهم كالتالي. المفروض ما كانش يعمل المفروض. ما يعملش ما يعملش وما عملش. طب المفروض ما يعملش بس عمل. طب اديني مثال هكتب لك مثال. ممكن تقول لي اي نوت اه ماني. ات از اي دينت باي. انا مدفعتش. يبقى يطرق هنا هنقول هاف بيد ولا دينت هاف تو باي. انت رزم تشوف الجملة الاول. تشوف الراجل دفع ولا مدفعش. قولك انا الفلوس. اه المفروض الموضوع ده مجاني. اه عشان كده انا مدفعتش. كونك المفروض ما تعملش وما عملتش يبقى 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 ناخد دينت هاف تو باي. اللي هي دي. طيب الاب بيكلم ابنه. بيقول له واي ديد يو باي. انت ايه اللي خلاك تدفع يا ابن انت? واي ديد يو باي. ات از فري. الموضوع اصلا مجاني. يو نقط. يا طرق هنا هيقول له بقى. يبقى يبقى انت المفروض ما كنتش تعمل بس عملت دي كانت تعقبات من الامتحان كده اش هبقى تعقب عليها وان شاء الله رب العالمين ربنا وفقنا كل امتحان هنزله هعمل كده. عايزك ان شاء الله بحيث الناس تسمع منها. كل يوم هنزل امتحان الصبح. ولولاية الناس سمعت يعني هنزل امتحان اخر اليوم. يعني بحيث ان ننزل الامتحانين في اليوم بحيث للحق وتخلصوا الكتاب ده. السلام عليكم واطلوب بركاته. قبل ما تمشي او عا تنسى تعمل لايك للفيديو. تشترك في القناة وهكذا. طب اه برضو حاجة نستقولها يعني قبله. قلت السلام عليكم الاول. الامتحان فين? الامتحان يا شباب في الوصف رابط الامتحان في الوصف يعني انت عايز توصل للمتحان ده ادخل على الوصف هتلاقي الرابط الامتحان ادخل عليه واسمعوه. السلام عليكم واطلوب بركاته.